It's one moral step for man, one scientist 5, 4, 3, 2, 1 إزاي يوكو؟ النهاردة في أول سيجمينت هنتكلم على موضوع لطيف جدا اسمع كده وقولي اسمعت الكلام ده قبل كده ولا لأ؟ ما تقولش Ask قول Inquire ما تقولش Buy قول Purchase وبقى ما تقولش وقول ما تقولش وقول وده غلط وده مش Advanced وإنت كده مبتدئ في اللغة الإنجليزية وإنت كده لسه بتتعلم وإنت كده ما طلعتش من البيضة وكل الكلام اللطيف والجميل ده ده هيبقى موضوعنا النهاردة في أول سيجمينت في البودكاست هتكلم النهاردة على ثلاث حاجات بس الثلاث حاجات دي كلها مهمة وكلها بتوضح بس فكرة إن كل الناس دلوقتي بتديك نصايح في موضوع اتعلم لغة ازاي وتنتقى الكلام ازاي وكل الحاجات اللطيفة دي انت مين؟ انت مين؟ علشان تقولي المعلومات اللي انت بتقولها وقبل ما تحتى تعرفني بيك أو تقولي انت مين؟ ايه الطريقة اللي انت داخل علي بيها دي؟ يعني تفتكر زمان لما الناس كانت بتعلم اللغة كانت بتروح مركز كانت بتروح مكان كانت بتجيب مدرس حتى دلوقتي بتدخل على اليوتيوب مثلا تلاقي كورس مدته ساعة لتعليم اللغة الإنجليزية كورس مدته ساعة لتعليم اللغة الفرنسية وهكذا بتاخد الموضوع بالإنجليش بيقوله progressive خطوة خطوة بتطلع مع الليفل واحدة واحدة فجأة بقى الموضوع تحول لزي الفاست فود عارف انت لما تروح اي مطعم من المطاعم السريع دي ويجيب لك الاكل بسرعة وعايز تمشي بسرعة ووصلنا كمان لمرحلة ان انا هطلب وتديني الحاجة وانا في العربية ده اللي احنا وصلنا له في اللغة حاليا للأسف وده كتير قوي في التيك توك المنصة التيك توك دي يعني مشهورة بالموضوع ده وده اللي كان غريب بالنسبة لي خلينا نتكلم في اول نقطة انت مين؟ كتير جدا من الناس اللي بتدخل عليك وتقول لك ما تقولش كده وقول كده وما تقولش كده وقول كده وهعلمك تتكلم زي النايتف والكلام ده وده من الحاجات اللطيفة قوي يعني بما اني واحد كنت بشتغل بدرس انجليش للأجانب للأجانب هنا بمعنى الغير متحدثين بالانجليزية في البرتش كاونسل وفي الايو سي ويعني عندي يمكن على قدي خبرة كفاية ان انا قدر اتكلم في الموضوع ده طول عمري بقى حاول ان لما تدي لحد نصيحة ما تدهلوش نصيحة مجزأة يعني تدي له نصيحة كاملة لان النصيحة المجزأة دي ممكن تضره وهنتكلم في النقطتين اللي جايين ازاي الموضوع ده ممكن يضر الواحد اكتر ما هينفعه انا شايف ان من الافضل ان لما حد يدي لك معلومة زي دي ما يدهلكش مقتطعة من موضوع كبير يعني ماينفعش تدخل مرة واحدة تقول لي ما تقولش الكلمة دي علشان هيبان عليك ان انت مش نايتف هو انا بس مش عايز اقول لك الخبر اللي يعني يمكن انت هتتفاجأ به طبعا ده الكلام ده اللي بيحاول يعمل الموضوع ده وهو ان مهما عملت حتى لو انت بتتكلم احسن لغة في العالم مدام مش عايش في البلد انت لسه غريب عليها بمعنى ايه بمعنى لو انت مثلا واحد اتعلم لغة عربية برا مصر واتعلمت من احسن مدرسين وعملت احسن تدريب وعملت احسن براكتس والراجل تعب فيك بصراحة بشكل غير طبيعي المدرس بتاعك لما هتنزل مصر مهما كنت شاطر في اللغة العربية بتاعتك وفي المصري هيبان عارف احنا كده لما نقول السوري بيبان من كلامه واللبناني بيبان من كلامه مع انه بيتكلم مصري وده الحاجة اللي انا بتكلم فيها مهما كان الليفل بتاعك عالي مدام مش عايش في البلد سهل جدا الكولشور الاسبكت بتاع اللغة او الجزء يعني الحضاري بتاع اللغة هيبان هيبان ان انت مش من البلد مثلا ان انت عدم معرفتك لانواع المطاعم مثلا ازاي تنتق اسم مطاعم معين مشهور في البلد دي وبيستخدموته للوقت فهي الموضوع مش فكرة ان انت تنتق الكلام بشكل معين الموضوع ان انت متاخدش المعلومة جزء من المعلومة وترنوذت زي ما هما بيقولوا ويمكن دي حاجة بتفكرني جدا بالاسئلة اللي كنت بتسئلها لما كنت بدرس في وكان حد ييجي يقول لي على فكرة انت قلت الكلمة دي بطريقة مختلفة طبعا انا يمكن علشان عايش في انجلترا وعلشان مرات انجليزية علشان يعني خلفيتي اكتر كلها بريتش انجليش فبتكلم بالطريقة البريتش وده هنتكلم عنه في النقطة التانية بس لسه في النقطة الاولانية لما حد قال لي كده قال لي انت نطقتها مش بالشكل ده وجيبت نطق بالشكل ده وانا شفته مدرس بيقولها كده وكان الكلام ده في فترة فاكر اول واحد بدأ الموضة دي كان واحد كده برضه بيطلع يتكلم امريكان وطول الوقت تلاقيه داخل فيك بوش وكده في الفيديو وتلاقيه عمال امريكان 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 ولسانه ملوي كده وما تعرفش تركز معاه وكانت الفترة دي ناس كتير جدا بتسمع للرجل ده وكانوا بيحاولوا يقلدوه وفاكرين ان هي دي احسن طريقة تتعلم بيها اللغة ساعاته انا قلت للشخص ده هو كان ولد صغير كده قلت له الانجليش لازم تتكلم بطريقة الناس تفهمك مش تتكلم شبه حد ودي يمكن النقطة التانية اللي هنتكلم فيها وهي انهي لغة انجليزية هي الصح ودي حاجة مهمة جدا تفكر فيها انهي لغة انجليزية الصح يعني لغاية النهاردة ان انت تتكلم بريتش انجليش ده مش الصح فيه ناس انجليزية وبتتكلم ويلش ده منطقة في انجلترا وهي ويلز بيكلموا فيها انجليش برضو بس الانجليش بتاعهم مختلف ويلز بيكلموا ويلش او الانجليش بتاعهم فيه زي سنة اكسنت كده مختلفة عن الانجليش النيوترال بتاع واحد عايش في لندن بلاش في سكوتلند سكوتلند تعتبر تابع يونيتد كينجدم تابع انجلترا وبرضو لها لهجة مختلفة وده السؤال اللي انا تسألته كتير انهي واحدة من دول الصح مفيش صح الصح هو الجرامر الصح الصح هو ان انت تنطق الكلمات صح تقول مخارج الحروف صح تقول الجرامر بتاعك صح بس كده حتى في انجلترا نفسها فيه اكسنت كتيرة جدا مثال اللي جاي من لندن ليه طريقة في الكلام مختلفة تماما يعني ده كل ده انا بتكلم جوه انجلترا مش جوه الولايات المتحدة الامريكية مثلا فيه حدث كتيرة جدا كينتاكيو ميسيسيبي وكل مكان فيهم بيتكلم بطريقة معينة لا برضو في انجلترا يعني في المملكة المتحدة فيه طبعا سكوتلندا وفي ويلز في اليونيتد كينجدوم في سكوتلندا وفي ويلز يتكلموا بطريقة مختلفة لا انا بقى بقول لك جوه انجلترا اللي هي بعيدة عن ايرلندا وبعيدة عن سكوتلندا وبعيدة عن ويلز وكلام ده كله فيها بنفسها لهاجيات مختلفة وانت هتحس ان ده تقول ايه ده ده بيانت غلط عايزك تكون اتفرجت مثلا على اي ماتش الليفر بول الناس اللي من الليفر بول هم اكسنت مختلفة ومختلفة تماما يعني مش مختلفة بس يعني بيبان جدا في كلامهم ان هم مش من لندن ودي حاجة يعني انا عايزك تفكر فيها طيب هل الراجل ده بيتكلم انجليزي صح ولا بيتكلم انجليزي غلط فالناس اللي جاية تبيع لك لغة دول ويقولك ما تنتقش كده وقول انتق كده وانتق كده لا انا ليه اتلزق في حاجة مش عارفها مع ان قريدي الصح صح والغلط غلط كجرامر والصح صح والغلط غلط كبرونانسيشن فان انت تاخد لهجة وتقول هي دي صح يا جماعة وتعلموا مني وانا الصح والباقي كله غلط ده اغلط حاجة او الحد اللي يجي لك مرة واحد يقولك ما تقولش كده وقول كده كل دي حاجات لازم تفكر فيها لان انت لو بتتعلم لغة لازم تعرف انت هتتكلم ازاي وهتتكلم باني طريقة ففكرة ان حد يجي لك مرة واحدة ويقولك خلي بالك انا هتكلم بالشكل الصح دي حاجة لازم تفكر فيها مثلا في انجلترا زي ما بقولك في مثلا مانشستر بيتكلموا بطريقة مختلفة عن ليفربول كلهم بيتكلموا انجليزي صح وجرامر صح بس طريقة الكلام نفسها الديالكت بتاعتهم مختلفة نيجي بقى التالت واهم نقطة من وجهة نظري وهي نقطة الاحباط الشخص اللي بيتعلم لغة ده بيبقى عارف عامل زي الضيف اللي جاي حفلة وما يعرفش حد ولسه جاي يعني يا دوبك ها بيتحسس طريقه عارف وجايه بيبص وبيحاول يتكلم مع ده كلمة من هنا ويتكلم مع ده كلمة من هنا يضحك لده في وشه فانت لسه اضيف على اللغة ففكرة ان انت واحد يجي لك مرة واحدة ويتعامل معاك على انك مش عارف حاجة وعلى انك غريب وعلى انك intruder يعني متدخل يعني متدخل في حاجة مش بتاعتك ده محبط جدا وانا شفت ده في عيوني الناس اللي كانت بيتعلم لغة لأول مرة ولسه في الليفلز الاولانية لما تيجي يتكلموا بعوجة اللسان وتدخل فيش مال كده وفام واسمعها بحاشس واسمعها كذا واسمعها كذا وما تقولش كده وقول كده والحاجات دي كلها محبطة جدا يعني انت عايزة ما تبدأ زي اي حد الطفل مش اول ما بيبدأ بيجري مش منطقي يعني فانت لما تاخد الحياة كلها بالراحة وتاخد التعليم خطوة خطوة هتلاقي ممكن انت اللي تختارها مفيش حد يختارلك يعني مش لازم حد بالذات في التعليم هو اللي يختارلك اللهجة اللي هتمشي بيها لأ انت كشخص ممكن تختار اللهجة اللي مريحة بالنسبالك يعني ما تجيش مثلا واحد يقولك على فكرة الافريكين امريكين بيتكلموا كده فدي احسن طريقة تتكلم بها انجليش او حد يقولك على فكرة البريتش انجليش ده هو اساس اللغة كل دي اساطير وكل دي المفروض تليها كلمة من وجهة نظري لانه لما يقول كده بيقولها كستيتمنت كمقولة نهائية ما فيهاش اي نقاش واي جدال وده اغلط حاجة في تعلم اللغة انت دلوقتي مثلا بتتفرج على فيلم وفي لهجة معينة هي اللي عجبتك هتختار اللهجة دي مثلا من فيلم حد بيتكلم في بودكاست حد بيتكلم في اخبار ايا كان بتختار الراجل ده وتعرف هو منين وبتحاول بقى تتفرج على افلام من المكان ده يعني راجل بريتش وخليك برضو دايما فيه مساحة كبيرة يعني ما تختارش مثلا تقول ان هتكلم زي نيو كاسو دي في انجلترا لا ده خيال يعني هتصعب الموضوع على نفسك لا انت اقول مثلا اول حاجة اختار هتكلم بريتش ولا هتكلم امريكين اولا ده لي سبالينج في كلمات معينة مختلف تماما عن التاني فاختار المظلة الكبيرة الاول وتعلم الجرامر وتعلم اللهجة الصحيحة وكمل بقى انت في السكة دي ما تخليش حد يلخبطك لان برضو خلي بالك انت رو بتعلم بطريقة بريتش مثلا وجي حد قعد يعلمك بقى امريكين وازاي بيتقال هتلاقي نفسك بتميكس الاتنين بتدخل الاتنين في بعض ودي اغلط حاجة قولولي كده في تعليقاتكو او بعتولي فيديوز على كايرو جاردن في انستجرام او تيك توك او ريكوردينج ليكو عشان حتى اعرضها البودكاست اللي جاي ايه تجربتك مع تعلم اللغة هل وجهت المشكلة دي هل وجهت الناس اللي بتقولك انت صح وانت غلط وإيه كان تصرفها انا حابة بسمع من نوكو دلوقتي يجي معادل سيجمنت التاني بتاعنا والسيجمنت ده هنتكلم فيه عن حاجة معصرة او حاجة لسه حصلة دلوقتي والناس بتتكلم عنها على السوشيال ميديا طبعا مفيش موضوع اكبر من موضوع عمر دياب وازاي ضرب واحد من المعجبين بتوعه بالقلم على وشه وده حصل قدام الناس كلها وقدام الميديا وقدام التلفزيون وطبعا لف السوشيال ميديا وانا حتى كلمت عنه على التيك توك كذا مرة ومن المواضيع اللي فعلا غريبة جدا وعجيبة وصعب جدا تبررها او تفهمها في الموضوع ده انا بس عايز اتكلم فيه على حاجتين الحاجة الاولينية هي فكرة ان انت تضرب واحد بالقلم دي فيها تعالي غير طبيعي يعني فيها يعني عارف انت لو بتضرب واحد في وشه مثلا يعني ديته بالبوكس فيه بزياد في مصر يعني مثلا ضرب القلم ده بره مصر مش حاجة مهينة خالص بالعكس ده ضربه زي اكنك بتضرب واحد في وشه بالبوكس عادي جدا بس بس لاس افكتب عارف يعني حتى مش نتيجة نهائية رهيبة ولا بتعرف مثلا تعور ولا بتعدي يعني حاجة مهينة كده ليك انت شخصيا لكن بقى في مصر ليها معنى كبير جدا وفيها اهانة وفيها انحطاط للكرامة يعني حاجة حاجة صعبة قوي قوي ان حد يعملها في حد بزداد في الكبار عارف لو انت صغير او انت في سنوي او انت في حضانة او في مدرسة برضو الموضوع سهل لكن كواحد كبير وبعدين لما اول حاجة تيجي على مخك ان انت تضرب واحد بالقلم ده غريب غريب جدا وبرضو من الحاجات اللي استغربتها لها جدا جدا هي فكرة التبريرات اللي طلعة في كل حتة وناس تقول لك اصلوا لمسوا اصلوا ارسوا الحاجات دي تهارد في كل المنصات بس الغريب في الموضوع عارف ايه فكرة ان انت دايما دايما في كل قصة زي ما تقول ايه الناس عايزة تدور على مواضيع تتكلم فيها مش ممكن في كل قصة مفيش حاجة واضحة وصريحة مفيش حاجة straight forward مفيش حاجة الراجل ده غلط ويا جماعة لازم يعتذر لأ مفيش كده لازم يطلع واحد يكون بيحبه مثلا او واحد يكون انا معاك على الصحة والغلط وده الغريب في الموضوع فكرة ان انا معاك على الصحة والغلط دي مش سياسة صحة في الحقيقة عموما يعني انت مفيش حاجة سمعها انا معاك على الصحة والغلط انت الراجل مثلا قال لك اسلو بيطلع في افرح كتير وبيتصور كتير ده مش عيب خالص عادي جدا في كل حتة في الدنيا في ناس بتطلع في افراح وبتجمع اوتوغرافات وبتتصور مع المشاهير والمشاهير بيتدايقوا بس مش لدرجة ان هو يروح يديله بالقلم على وشه يعني وبرضا عايزك ما تنساش ان القلم على وشه في مصر غير القلم على وشه في اي بلد تاني من الحاجات برضو الغريبة جدا هي فكرة ان احنا انا عارف ان عندنا طريقة ان احنا نحاول نتخلص من اي مشكلة بان احنا نحضر او نتريق عليها ودي بتنجح في اوقات كتيرة جدا بس ان انت تتريق على مشكلتك غير ان انت تتريق على مشكلة واحد غيرك وده اللي بيحصل في الموقف ده ان انا حاسيت ان الناس كتير بتتريق على الموقف بدون التفكير في ازاي الراجل ده هيعيش في حياته بعد كده ودي حاجة عايزة تناقش فيها معاكو يعني بعتولي برضو سجلولي كده صوت وبعتولي على تيك توك كايرو جاردن او على الانستجرام فكرة ان احنا نتريق على المشكلة هل ده حاجة بتريحنا احنا شخصيا ولا بتقلل من حدة المشكلة بمعنى ايه بمعنى ان مثلا ان الراجل ده اتضرب بالقلم على وشه فبدأنا نعمل الفيديوهات نهزر ونتحك وان عمر دياب بيدرب المعجبين بتوعه طيب هنا الهدف ايه يعني ايه الهدف من الفيديو ده ان احنا بنتريق على عمر دياب مثلا طب ما انت كده بتتريق عليه في ضوء بالانجلش بيقولك فيضوء بيخليه هو شكله احسن بكتير جدا عارف انت لما تقول ده انت ضربت عشر رجالة بيخلي منظرك قدام الناس احسن لكن انت في التريق اللي انت بتتريقها دي انت نسيت خالص ان فيه واحد من الصعيد بتاع مصر ما يقدرش يرفع رأسه وبعد كده في وش الناس ولا يقدر يتكلم مع الناس بس ده بين نسباتك ما اثرش قوي وده الغريب في الموضوع يعني انا حسيت ان حاجة زي كده المفروض تكون واضحة وصريحة يعني عارف يعني عارف قصدي ايه تكون حاجة clear cut حاجة نهائية ومعروفة ومفهوم هي عبارة عن ايه الصح صح والغلط غلط انك تضرب واحد بالقلم على وشه عشان لمسك او قرسك ودي حاجة طبيعية في مصر هل ده صح ولا غلط على طول يعني فكرة ان انت تاخد وقت وتحاول تقول اصله عمل واصله ما عملش مهما عمل انت كواحد ليك مسئولية وليك فولوورز وليك متابعين وليك تاريخ وبقى لك سنين بتغني مهما كنت بقى كبرت صغرت عجوز عارف اللي هو انا مهما كبرت صغير لا انت مهما كبرت ومهما صغرت انت قدام القانون شخص ضرب شخص تاني بالقلم على وشه واهانه قدام الناس كلها علشان بيتصور معاه سواء بقى الصورة دي لمعجب سواء الصورة دي لوحب بيجمع اوتوغرافات سواء الصورة دي تذكرية سواء الصورة دي حط عليها الفلتر بتاع الدبدوب ايا كان انت غلطان واللي عجبني في الموضوع ان في ناس كتير مش شايفة الغلط ولا شايفة الصح عارف شوية كده بزراميت بس دي نهاية الحلقة بتاعت النهاردة اتمنى تكونوا ببسطتوا ما تتنسوش تشتركوا معايا في التيك توك كايرو جاردن وعلى اليوتيوب لو حبين الزراعة كايرو جاردن وعلى الانستغرام الانستغرام وتيك توك كل الموضوع وكايرو جاردن اللي على اليوتيوب دي لزرعة بس اشتركوا في القناة